أحد أهم فنون التعامل مع الناس فنتعلم لغة الجسد بعض الناس لا يعبروا عن كل ما بداخلهم بالكلام لكن بالتأكيد هناك ردة فعل غير لفظية تظهر على الشخص والتي تعبر عن شيء ما بداخله لهذا نجد في وسائل التواصل الاجتماعي وجود الصور التعبيرية مثل الوجوه والأيدي والأعين وغير ذلك فتستطيع من دون كتابة حرف واحد عن طريق الصور التعبيرية الرد على الكثير من الرسائل لنتعرف أكثر عما تعنيه الكثير من لغة الجسد والتي ستساعدنا على فهم الناس وحسن التعامل معهم كتاب كيف تقرأ شخصا مثل الكتاب ملاحظة لغة الجسد من أجل معرفة ما يفكر فيه الناس لعدة مؤلفين فكونوا معنا يوزي فول أنيميشن السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في قناة الجميع يوزي فول أنيميشن واللي نقدم فيها كل جديد ومفيد لغة الجسد من أهم اللغات التي تساعدك على فهم الآخرين عندما لا يتحدثوا يقول أحد كاترة علم النفس أن الكلام يمثل خمسة بالمئة فقط من الحقيقة بينما لغة الجسد تمثل خمسة وخمسون بالمئة فيما يدور فعلا في عقل الشخص الذي أمامك ولكن من طبيعة البشر هو التركيز على الكلام أكثر من أي شيء آخر لغة الجسد يحتاجها الجميع الزوج مع زوجته والصديق مع أصدقائه مندوب المبيعات مع العملاء الموظف مع مديره الطبيب مع مريضه ولغة الجسد مثلها مثل أي لغة أخرى تريد تعلمها فتحتاج إلى ممارسة واجتهاد وصبر ولغة الجسد لها صور كثيرة ذكر المؤلفون في هذا الكتاب أهم خمسة منها لكن قبل أن نذكرها أود التنبيه إلى أمرين مهمين أولا أن لا يكون تركيزك فقط على لغة الجسد وإنما تربط اللغة اللفظية للشخص بحركات جسده حتى تقرأه جيدا ثانيا لغة الجسد ليست ثابتة عند كل الأشخاص لأن البيئة لها تأثير قوي على طبيعة الشخص فالبيئة العملية تجعل الناس أكثر جدية والبيئة الفقيرة تجد الناس أكثر بؤسا فيها فبالتالي لن تكون لغة جسدهم المتشابهة تعبر عن نفس الشيء الصورة الأولى من صور الجسد الاتصال البصري فعندما تنظر إلى من تتحدث معه وتضع عينيك في عينيه فهذا يدل إما أنك واثق من نفسك وفيما تقوله أو أنك مهتم بالشخص الذي أمامك وبكلامه أما عندما تجد الشخص الذي أمامك لا يريد النظر إليك وينظر يمينا وشمالا فهذا غالبا إما أنه غير مهتم بكلامك أو يشعر بالملل أو أنه يخفي شيئا ما عنك وعندما تتحدث مع شخص ما ثم تنظر إلى جهة الشمال هذا معناه أنك تريد أن تتذكر شيئا ما أما عندما تنظر إلى اليمين فهذا معناه أنك تتخيل الكلام الذي يقال أو ترسم صورة معينة في ذهنك وعندما تنظر إلى الأعلى فإما أن الكلام الذي يقوله لا يعجبك أو أنك تتمنى أن يحصل ذلك في المستقبل وعند النظر إلى الأسفل فهذا يعني أنك تشعر بالذنب أو أنك تشعر بالحزن ثانيا تعابير الوجه والتي تدل على الكثير من المعاني التي يخفيها الشخص داخله ولا يعبر عنها بالكلام فمثلا لابتسامة عندما تبتسم بدون ظهور أسنانك هذا معناه أنك غير مرتاح ومتحفظ لما تشعر به حقيقة أما عندما تبتسم مع ظهور أسنانك فهذا معناه أنك مرتاح وقريب ممن حولك وهناك ابتسامة مستطيلة وهذه تكون إما أنك مجبر على تلك الابتسامة أو أنك لا تستطيع أن تأخذ راحتك بسبب وجودك في مكان اجتماعي يتحتم عليك الالتزام فيه ثالثا طريقة الوقوف وهيئته فهناك وقفة تبين أنك شخص واثق وهناك وقفة تبين أنك شخص منهزم مكسور وهناك وقفة تبين أنك شخص مغرور متكبر رابعا طريقة المشي والحركة فإذا وجدت شخص ينظر إلى الأرض وهو يمشي ويده في جيبه ويجر نفسه بالقوة هذا دليل أنه شخص مكتئب ومزاجه سيء أما إذا رأيت شخص يمشي وهو مبتسم ويديه مفرودتان وسرعته غير منتظمة فهذا يعني أنه شخص مليء بالسعادة والفرح والابتهاج خامسا حركة اليدين وطريقة اللمس فإذا سلمت على شخص ويده تصب عرقا فهذا يعني أنه شخص عصبي واليد الخشنة تبين أن هذا الشخص حرفته يدوية واليد الناعمة دليل على رفاهية الشخص أما المصافحة المرتخية فهذا يعني أن الشخص الذي أمامك مشهور أو فنان أو أن علاقتك به سطحية أما المصافحة الحارة تدل على الترحيب الكبير ولا ننسى أن نضع في الاعتبار اختلاف الثقافات في طريقة المصافحة بينهم فمثلا الفرنسيون يتصافحون في بداية ونهاية المقابلة أما في ألمانيا فيتصافحون مرة واحدة عندما يلتقون وهناك معاني أخرى لوضع اليدين عندما تتحاور مع شخص ما فعندما تجد الشخص الذي أمامك يضع يداه مفتوحتان فغالبا يقول لك الحقيقة ويتكلم بكل شفافية وارتياح أما عندما تجد الشخص الذي أمامك يخفي يديه فهذا الشخص لا يريد أن يقول لك الحقيقة أو أنه يخفي جزءا من الحقيقة أما إذا وضع يده على فمه فهذا الشخص لا يثق فيك وبالتالي لا يريد أن يقول أي شيء من الحقيقة أما إذا وجدته يخفي وجهه بيده أو يضع يده على ذقنه أو أنفه فهذا غالبا يكذب عليك أو أنه يراوغ حتى لا يقول لك الحقيقة ويتهرب منك أما إذا وضع يديه خلف ظهره فهذا دليل على أن الشخص الذي أمامك محبط مما يقوله أو مما يسمعه وحتى تستطيع تحليل لغة جسد من أمامك ضع ثلاثة قواعد نصب عينيك أولا ضع كل حركة في سياقها المحدد فمثلا إذا وجدت شخص رافع رأسه للأعلى ليس بالضرورة أنه متعالي ومتكبر فقد يكون بسبب شعوره بألم في رقبته ثانيا لاحظ وتتبع الأنماط فبعض الناس دائما عصبيون أو أن شخصا ما يمشي وهو متعطي الرأس ليس معنه أنه مكتئب أو محبط فقد تكون عادة المشي عنده بتلك الطريقة ثالثا قم بدراسة المجموعات فعلامة واحدة من علامات الكذب ليست دليلا قاطعا على ذلك لكن وجود عدة علامات في شخص واحد مبرر قوي أخيرا نذكر بأنه ليس كل ما ذكر في الحلقة هي شاملة للغة الجسد فهناك الكثير من الحالات التي ذكرت في الكتاب المهم أننا دائما نربط لغة الجسد بالحوار اللفظي للوصول إلى نتائج تحليلية أفضل لمن أمامنا أرجو أن أكون قد قدمت ما هو مفيد لكم لا تنسونا من دعمكم لنا لنستمر شكرا جزيلا للمتابعة في أمان الله شكرا جزيلا للمتابعة